السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اه الفيديو دوت الحقيقة فكرته جات لي كده يعني من بعض المواقف اللي بتحصل لليومين دول ان ناس كتير جدا من المقربين ليا ومن اصدقائي خلاص خدوا قرار ان هم يدخلوا في هواية اه الدرونز كل واحد بقابلوا بيقول لي رايح هشتري درون او هشتري درون او عايز درون او عايز افهم فكرة الدرون من هنا جات لي فكرة الفيديو الحقيقة كلمة درون وكلمة درون هنا الحقيقة يعني احلب نستخدمها بس علشان نتعودنا عليها ولكن الحقيقة ان المصطلح غلط تماما المصطلح تماما غلط لان حضرتك مش رايح تشتري درون اي درون دلوقتي وتقريبا بنسبة خمسة وتمانين في المية من الدرونز اللي احنا يعني انا كمان بقول عليها درونز ولكن هي مش مظبوطة المهم ان خمسة وتمانين في المية من الدرونز هي كلها بتعتمد على اربع مواتير فده احنا بنسميه بنسميه كوادكوبتر مش درون لما نيجي نتكلم على كلمة الدرون تحت كلمة الدرون بينحصر حاجة اسمها المالتي روتر وبعدين حاجة اسمها الفيكسد وينج وبعدين حاجة اسمها السينجل روتر هليكوبتر وبعدين حاجة اسمها الفيكسد وينج هايبريد في تي او ال عندنا اربعة كاتيجوريز تحت كلمة درون مالتي روتر فيكسد وينج سينجل روتر هليكوبتر وفيكسد وينج هايبريد في تي او ال وفي تي او ال لمعناها könnteكوف and لاندينج طيب تعالوا الى اول كاتيجوري اللي هو المالتي روتر مالتي روتر لو جينا نترجمها بالعربي يعني متعدد المواتير مالتي روتر طيب المتعدد المواتير دوت بينحاصر تحته اربعة كاتيجوريز تانين اول حاجة الترايكوبتر دوت عبارة عن تلات مواتير تاني حاجة الكواتكوبتر وهو اربع مواتير الهيكساكوبتر ست مواتير والاكتوكوبتر تمن مواتير يعني عندنا اربعة تحت المالتي روتر المالتي روتر اللي حضرتك رايح تشتريه هو كواد كوبتر لانه اربع مواتير انما لو تلاتة حيكون ترايكوبتر ولو ستة حيكون هيكساكوبتر ولو تمانية حيكون اكتوكوبتر طبعا الكواد كوبتر هو النوع المتعارف عليه وهو النوع الكومن الحقيقة متداول في السوق والناس كلها بتتداول فيه يعني لما نيجي نتكلم عن الفيكسد وينج الفيكسد وينج معناها جناح ثابت وهي الطيارة الطيارة العادية البلين او السبورتف بلين اي حاجة فيكسد وينج هي بتعتبر طيارة عادية جدا السينجر روتر هليكوبتر بينا من اسمها ان هي الهليكوبتر العادية اللي بيكون لها السينجر روتر زي ما حضراتكم شايفين كده والفيكسد وينج هايبريد فيتي او ال اللي هي فيها ديت عبارة عن هايبريد او مزيج بين الفيكسد وينج والهليكوبتر او المالتي روتر لان هي بيكون فيها الامكانية ان هي تعمل تيك اوف و لاندنج بدون رانوي مش محتاجين مساحة انها تجري فيها علشان تعمل تيك اوف او مساحة ان هي تنزل فيها علشان تعمل لاندنج لأ عندها الامكانية من خلال الروترز اللي راجبة فيها ان هي تعمل تيك اوف و لاندينج وبالتالي هي كمان بتعد لان فيها او فيها اجناحة زي ما حضراتكم شايفين فمصطلح الدرون الحقيقة مش مظبوط ان احنا رايحين نشتري درون او نجيب درون او نطير درون او الكلام ده كله الموضوع شوية محتاج يعني ان احنا نتعمد بس علشان نفهم المصطلحات دي ماشي ازاي حضرتك رايح تشتري مالتي روتر وبالاخص رايح تشتري فبس هي دي كانت فكرة الفيديو ان انا اوضح لحضراتكم المصطلحات البسيطة ديت والفرق بينها لان مهمة جدا 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 وحتلاقي نفسك بتستخدمها كتير قوي بالذات لما تدخل في موضوع الهواية وتحاول ان انت تفورمالايز اللي انت بتعمله بعد كده عن طريق وكورسات والحاجات دي كلها فبس هو دوت الموضوع الفيديو بكل بساطة حبيت كده ان انا اوضح لكم المصطلحات ديت يارب اكون قدرت افتكم بشيء واشوفكم ان شاء الله على الف خير وصحة وسلامة الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة